اهلا بكم اعزائي طلاب وطلبات سنقول اعدادي يسعدني ان التقي بكم معاكم مستر وجد نبيل مدرس لغة الانجليزية. نهاردة يونت سيفن لسنز فايف ان سيكس. عنوان الوحدة. ده الفيديو الثالث الخاص بالوحدة السابعة ان شاء الله. طبعا انا اه اعاوز اقول حاجة بخصوص الفيديو اللي فات. معلش يعني الفيديو السابق لده كان طويل لحبتين كان مدودة حوالي خمسة واربعين دقيقة. اه بعد ما سجلت اه شفت ان هو طويل اوي معرفتش اعمل قتلي او احزف ايه ولا ايه لان هو اعتقد اللي شاف الفيديو اه لاحز ان الجزء الاكبر كان شرح اللي هو ازاي اكون الاسئلة كان زمن مدارع اه كان ماضي في في ازمينة كتيرة وفي نفس الوقت كان كل حاجة قالت ايه مهمة لكن اوعدك في هذا الفيديو ان شاء الله يعني مش هن اه يعني الفيديو لو طول اكتر من خمسة وتلاتين دقيقة اقفل وما تشوفش الفيديو لكن الدرس الخامس والسادس ان شاء الله درسين بسيطين في الوحدة السبعة ومش هنطول عليك زي ما قلت لك. اه نبدأ كده اه عندي عندي يعني زيتون يعني ايه زيتون. عندي يعني يعني ينزل الاسفل. طبعا عكسها ينزل الاسفل. عندي كثير رياح. طبعا عن ويندي بس يعني رياح. ولكن ويندي طبعا تتحول الى صفة. بعض الصفات تتكون من الاسم باضافة واي زي رين ريني ويند ويندي صن صني وهكزا. مع اعتبار تضيف الان في صني. عندي هنا جريت. جريت يعني عظيم او جميل. عندي فانتاستيك. فانتاستيك يعني ايه رائعة. عندي يعني فلفل. خلي بلك فرق بين اللي وفلفل اللي هي ورقة. عندي بعد كده اللي وصبر ايه بيضاء. عندي يعني يأمل او يتمنى. عندي يعني المسرح. بعد كده لدي حفل ايه شواء. بعد كده عندي اللي هي موسيقية. عندي صفات برضو همة. عندي يعني عظيم. عندي يعني يعني رائع. آآ فزيع او كريه. عندي لا بأس به يعني على ما يرام يعني. عندي يعني ايه شائق. او شائق. كلغة عربية يعني اللي متمنى لو حد مدرس لغة عربية. انا اعتقد ان هي شائق. اه يمكن هي الصحة. فلو حد مدرسة لغة عربية ممكن يبعت لنا في barned يعني. عندي يعني 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 مفردات اضافية. عندي. اللي هو اخر ديها. عندي يعني مشاعر او احسيس. عندي يعني يعني تضمن او يشمل عندي يعني متعب جدا. عندي يعني افكار. لتي اتش الثه. اه عندي دودلز دودلز اللي هي رسومات. عندي لابتوب لابتوب يعني اللي هو اللابتوب. معروف. عندي يعني ايه ارى. عندي يعني ماذا حدث وطبعا ودي ممكن يبقى ايه زمن ماضي بسيط. عندي عندي تعبارات لغوية. عندي دو. دو يعني يؤدي او يفعل. طبعا بنترجم الحاجة اللي مع دو لما نشوف الكلمة اللي بعدها ايه? يعني مسلا يعمل الواجب المنزلي. دو يؤدي واجب الرياضيات المنزلية. اه عندي اه يلتقط صورة ايه شخصية? طبعا نركز على يعني واحدة. عندي يعني يتوقف او يوقف او يقف. طبعا بيبقى لي اكثر من معنى. لكن انا لم اقولك يعني الحاجة دي تتوقف قليلا. الحاجة تبطل شغل. يعني الموبايل واقف يعني. تعطل يعني. عندي دروب دروب ذا فون ذا فون يعني يسقط خلي بلك انا ممكن احط ليك اه كسرة تحت القاف عشان يسقط يعني اه اه دروب ذا فون يسقط يا ابن ياقف على الموبايل يعني. لكن يسقط يعني فول 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 يعني يسقط لكن يعني يسقط. تمام كده? عندي مهم عندي يعني من على الفطار من اجل الافطار وهكزا. يعني على حسب الجملة اللي هي بتبقى ايه موجودة معنا. عندي بعد الظهر. طبعا عندي في الصباح. عندي بعد الظهر. في المساء. عندي يعني بزيتون. عندي يعني يحاول ان ويأتي بعدها فعل في المصدر. عندي يعني يخطط ان ويقع بعدها فعل في المصدر. فرق بين يعني يخطط او خطة يعني طائرة. عندي يعني الكلمات وعكسها. عندي يعني غالي الثمن عكسها برضو لاحظ الفرق بين رخيص و يعني خروف. اللي هي التانية لكن عندي بعد كده اللي هي الطابق الاسفل عندي عكسها اللي هو الطابق الاعلى. عندي طبعا اللي بنتعرض لها في كل واحدة. عندي يوقز. آآ عندي طبعا تصريف ايه التالت? عندي لونست لست. احنا اتفقنا في الفيديوهات الفيديوهين اللي اللي فاتوا ان قد يكون الماضي البسيط زي التصريف ايه التالت? يبقى عندي يعني يفقد او يخسر لست لست. عندي بريك يعني يكسر خلي بلك برضو يعني فسحة او فترة استراحة. نفس برضو ايه? نفس نفس النطق. ازا كانت يعني يكسر يبقى الماضي بتاعها التصريف التالت ايه? معتبار ان كلمة بريك برضو يعني لفرامل. فرامل العربية مسلا يعني. لكن الكلمة دي هما الاتنين كلمتين نفس النطق مع اختلاف المعنى. نيجي بعد كده عندي هنا عندي حاجتين مهمتين. عندي بمعنى على الرغم من ده بيكون في جملة او جملتين متناقضتين. تعبير عن التناقض بمعنى ايه? هنا عندي كانت كويسة على الرغم من نهاية فمش كل حاجة رخيصة تبقى اه مش شرط انها عشان تبقى رخيصة يعني ايه? اه تبقى غالية يعني. يبقى على الرغم من بعد كده الامور كانت على ما يرام يوم السبت على الرغم من يعني كثير من الواجبات. يعني الامور كانت كويسة على الرغم من انا كان عندي واجبات كتير. عندي بعد كده هده يعني لانه دي لطوة نضيح السبب. بيجي بعد السبب. اي تسبقه النتيجة. يبقى هنا نتيجة سبب. نتيجة سبب. تمام كده? اه لان فريقي خسر خمسة تنين. طبعا عندنا هنا دي السبب. تمام? سبب ان الويك اند كان ترابل ان الفريق او فريق خسر خمسة تنين. هز شب سانك سفينته غرقت. السفينة بتاعته غرقت لانها كانت اه عصفة شديدة. طبعا بسبب العصفة الشديدة هو ان السفينة غرقت. يبقى ركز وراعي ان بعد بيكوز يجي السبب اللي قبله ايه النتيجة. طبعا انا ممكن ابدأ ببيكوز برضو. انا ممكن اقول بعدين بحط كما بعد كده ما تيجي نحل سؤال على السريع كده. عندي انا رحت للمدرسة مبارح. بطل لكن لذلك بكوز انا عايز اقول ان انا رحت للمدرسة مبارح على رغم من ان انا كنت ايه تعبان. عندي بعد كده نمبر تو. يصر دي. اصر دي. اصر دي امبارح. انا قديت واجبي يعني امبارح. عملت الواجب بالليل. امبارح بالليل يعني. بعد كده نمبر ثري. خلي بالك الجمعة اللي فاتت. احنا روحنا المتحف ولكن كان الاد دي تعود على مين? على المتحف. خلي بالك. احنا الجمعة اللي فاتت روحنا المتحف ولكن كان مغلقا بكو. طبعا برضو اللي هي ايه التناقض. تيجي بعد كده عندي جزء سبيكينج ريسبوندينج تو باست. عندي الرد على احداث في الماضي. عندي وعايز ارد عليه ازاي? خلي بالك الجزئية دي انا عاوز اركز على حاجة معينة لان هيبقى لها صدق او لها دور في حل سؤال لاحق. مش هقول لك عليه. تابع. كيف كانت عطلتك الاسبوعية? طبعا انت بتقول لي يعني بتقول يعني ايا كان انت بتقول اللي هو بتصف العطلة كانت ايه? سواء كانت وحشة او حلوة. عندي هنا كيف كان يبدو الطعام? خلي بالك. الحتة اللي انا عايز اقولها بقى. ازا كانت موجودة كلمة انا بسأل بيها فهي مرتبطة بلايك. what was the food like? تمام? او ممكن اقول لو سألت بهاو زي اللي فاتت اقول how was the food. خلي بالك لو استخدمت how ما بستخدمش في نفس الجملة like. لو استخدمت what بستخدم like. علشان ده الجزئية دي لو في الديالوج فيه like يبقى بتجري على what. مفيش like بتجري على ايه how. تمام كده? هنا برضو نفس الكلام how was your birthday? كيف كان عيد ميلادك? how was your birthday? انا لو حبيت استخدم بدل how? حبيت استخدم what? يبقى انا اقول what was your birthday like? خلي بالك. زي برضو جملة اه اللي هي السؤال عن الطقس what was the weather like? او ممكن اقول how was the weather? يبقى how ما ترتبتش ب like. what معها like? how من غير like? تمام? عشان لما نجي نحل ما تجيش تحل في الديالوج ان هي تبقى مطلوبة what? وتحطها او مطلوبها وتحط what? وتقول ممكن تنفع. لا ما تنفعش. what? معها like? how مش معها like? it was really very very interesting كان شيقا. how was your last month? how was your last lesson? اه يعني يعني ازاي كانت تحسط الرياضية انتعتك? كانت شكلها ايه? برضو انا بكرر. ممكن اقول هنا what was your last lesson like? what? معها لايك ها ومش معها لايك انا بكررها كتير علشان ما تجيش تحل غلط بعد شوية. كانت جاهدة جدا كانت فضيعة كانت سيئة وهكذا. طبعا انا عندي هنا ممكن بيقول لك لا يمكن استخدام مع الصفات القوية الافضل بنستخدم كلمة يعني ايه حقا? جينا لكلام اللي لسه بتكلم عليه. اية عند اسمها عندي تين اكسجينجز. خمس كلمات نشوفها نخطوهم ازاي. ايا عند اسمها هلو اسمها هاي ايا 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 ابتقولها طبعا اعتقد يعني دي سهلة لان ده بعنوان الوحدة اصلا اللي هي يعني مبدأ ايا اخليها واضع علشان برضو لان انا عارف انك انت ايه يعرف اخلي بالك ما تقولش لان الكلام ده ماضي. how was your last weekend? it was طبعا انا لسه برضو مش عاوز اقول اللي هي كان برضو يعني ما انا مش عارف. اكمل علشان ارجع لتو بالشكل المناسب. بعد كده بتقول لها really where space you go? where space you go? اين ذهبت مسلا? هتقول لها بعد كده my father took us to a nice restaurant. مبدئيا طالما to a nice restaurant يبقى هنا هتبقى it was a great or fantastic خلي بالك. it was خلينا مبدئيا نكتب great او fantastic. انت عقبك تكتب great ماشي عايز تكتب fantastic اهلا وسهلا بك. يبقى it was a it was great. بعد كده هنا where did? هنا where did you go? بعد كده space was the food. ده الكلام اللي انا لسه كنت بتكلم عليه. what or how? بقلي بالك. ما كده كنت تيجي تخرج معنا. نرجع ل number four space was the food. طبعا انت بتفكر دلوقتي اكتب how or what? how or what? خلي بالك عدم وجود لايك هنا يخليك تقول how. عدم وجود عدم وجود لايك خليك تاخد ايه how? خلي بالك نفس الديالوج ده لو قبلك في مكان تاني وفي لايك هنا يبقى تحط هنا ايه what? يبقى what? مع وجود لايك. how مع عدم وجود لايك. it was. ممكن اكتب كلمة. يعني سهلة. it was very or really delicious. ممكن really. r-e-a-l-l-y. it was really delicious. what about you? I stayed home. oh how terrible. تيجي نحل. كامل التمرين. choose the correct answer from a, b, c or d. today was a space day. I got up late. سحة متآخرة. ادي didn't have my breakfast. ولا فترت. and i missed the school bus. يا عادة اليوم كده مش هاكله مش لطيف خالص ما كانش حلو خالص. was fantastic good terrible scared. طبعا it was a terrible. today was a terrible day. بعد كده number two. the space is a musical instrument. زا طبعا خدناه في الدروسة اللي السابقة برضو. عندي خلي بقليك هنا. طبعا هنا دي واضحة جدا ان هي ايه? I lost. I lost all my toys when I was on the beach. عندي بعد كده. my mother always wakes me space at six am. ما ما بتصحيني دايما الساعة ستة. هي بقى wakes me ايه? wakes me at two at on up wakes me up. بتتوقزني يعني. بتصحيني. بعد كده number five I couldn't do my homework because my laptop space working. انا مش قادر ما كدش قادر استغل اعمل الواقب بتاعي لان اللابتوب اه تعطل عن العمل او يعني ما بيشتغلش. started working stopped began or went. طبعا سألة جدا هنا عندي stopped stopped working يعني بطل ايه? ايشتغل. او تعطل يعني. بعد كده number six we always space what to do at the week end. we always travel make plan or climb. طبعا هنا اه الاجابة واضحة وصريحة. we always plan. احنا بنخطط what to do at the week end. نكمل مع بعض العشر جمل اللي هو ما بيقولك زي اخر آآ السنة. بيكون عليهم عشر درجات. I usually space downstairs for breakfast with my grandparents. انا عادة طبعا برضو واضحة جدا من كل شرحنا من شوية. I usually go downstairs for breakfast with my grandparents. عندي بعد كده. اه number eight space it was a very long journey. I enjoyed it. يعني انا عايز اقول as هنا because although but طبعا هنا شوفت انا لما اتكلمنا على طبعا الاجابة برضو واضحة هنا على الرغم من على الرغم من رحلة طويلة ولكن استمتعنا بها. بعد كده number nine our weekend was fantastic space we played all our favorite games. خلي بالك number nine هنا اه 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 ليه? لان احنا دلوقتي but because although however طبعا عندنا because هنا because اليوم كان رحلة الويكند كان جميل جدا لا ليه? ده السبب اللي هو we played all our favorite games. تيجي بعد كده عندي the english book was very good space I didn't understand every word. خلي بالك انا ممكن اقول لك الكتاب الانجليز ده كان كويس على الرغم من انا ما فهمتش كل كلمة يعني ممكن تقرأ حاجة بس مش شرط يعني ممكن تكون بتقرأ حاجة معينة مش لازم تفهم كل كلمة قد تكون كلمة او اثنين ما فهمتهمش لكن ده ما ينفع من منعش انك انت تبقى عارف ايه المعنى. عندي 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 الاجابة طبعا ايه. colorado. The english book was very good. although i didn't understand every word. عندي ننبر ثري. read and correct the underlined words. عندي the shop was closed because it is only 6.30 ام. خلي بعلك طالما the shop was closed. actually انا دلواتي بتكلم في الماضي يبهي هنا مينفعش ايه هتبقى ايه? طبعي. هتبقى هتبقى ايه? طبعا دي جملة تتابع ازمنا. انا ما روحتش لمدة سهل لانها كان يوم جمعة. يبقى هنا طبيعي. هنا الكلمة دي هتبقى دي سهلة دي. يبقى اللي هي دي هتكتب في نمبر تو. هو طبعا من انجحش في الامتحان. على الرغم من ايه? ان هو زاكر كتير. زاكر كتير بس ما انجحش. يبقى هنا هتتحط ايه? يبقى كلمة هتحطها هنا. يعني عشان كلمتين طويلتين شوية. يعني هتتحط هنا هتطلع هنا اه للجملتين اتنين وتلاتة. بعد كده طبعا ما فيش خلي بالك ايه الغلط اللي هنا هنا و بعد كده الفعل مساعد ايه? بعد كده فاعل بعد كده فاعل في المصدر خلي بالك ارجع للفيديو اللي فات اللي احنا طولنا فيه لو كانها خمسة واربين دقيقة كنا بتكلم في جزئية دي. طالما هنا وبعد كده هنا عايز الفاعل مساعد ايه? وهنا طالما فاعله في المصدر يبقى تتعامل مع خلي بالك في على حسب الايجاب عندك يا طالما يا يبقى ده مدارع بسيط يبقى اتعامل مع دو او داز. فبالتالي شوف انت هتاخد دو او داز. ازن الحل يبقى داز. خلي بالك انا بقى فهمها لك بالراحة كده هو. علشان ما اطلق بارش باستخدامات دو او داز او ديد. طبعا الكلام ده لو كان الايجابة ايه ماضي. طبعا حبيبي انا الفيديو اللي جاي ان شاء الله يعني الفيديو اللي بعد ده في خطتي كده انزل فيديو حوالي ربع ساعة او تلت ساعة. اللي هو الخاصة بيونت سيفن. انا حاول ازبط بحيث ننزلهم في فيديو ايه منفصل علشان ان نكتب في نفس الفيديو الشرحي انا اعتقد كل فيديو كده هيبقى كبير. ولكن كل بعد نهاية كل واحدة خصص فيديو على حسب اليونت اللي هي بناخده. لكن احب استعرض بسرعة جدا الكلمات الكلمات اللي كانت خاصة بيونت سيفن. علشان لو في حد ما تابعش الفيديو اللي قبله او اللي قبل انا هاقرأ الكلمات الانجليزي نطقها سليم بس وخلاص وبعد كده هننهي الفيديو علشان ما نوصلش الخمسة واربعين دقيقة ادى اكيد. عندي عطل اسبوعية فونفير فونفير بولنج الي بولنج الي اجزيبيشن نروس نروس نروس. أهلل الارضي أجد الغباء النذج الرقال الموزيون رقال 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 وقعد الرقاabil الموزيق موزيق هذ taste BEKTIN دي هنا تساوند. عندي سيلر. بعد كده نير باي. اپرا. اپرا. راك. راك. وايد بورد. وايد بورد. سبور ابيضة. هوب. هوبت. سبورت سنتر. سبورت سنتر. فوتبول ستيديم. فوتبول ستيديم. ويل. ويل. سكول يونيفورم. سكول يونيفورم. عندي بعد كده دارك. دارك. مسلم او ظلام. عندي دي دي يعني ميت. عندي بريفير. 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 بعدي كده ترابل. ترابل. آيلاند. ايلاند خلي بي لكنه هنا سايلاند. يعني زيرة. كلاسıyكال. كلاسيكال. كلاسيكي. ترديشنال. ترديشنال. عندي هاف prime الكو. لسه كنا واقدونها من شرح من شوية. عندي بعد كده عندي بعد كده عندي بعد كده طبعا الكلمة دي خدناها في اللي هي كانت في الترم الاول فرقة موسيقية يعني مسرح طبعا مش هطول عليك كده اعتقد الفيديو ده ما يعني ما ما افتكرش حتى ممكن انا مش شايف توقيت قدامي صراحة ولكن ما ما اعتقدش لو اجابت تلاتين دقيقة ما تنساش دعمكم القناة بلايك وشير واشتراك ازا ما كنتش اشتركت لغاية دلوقتي تفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيكون